اشتركوا في القناة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يطلع الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على آخر التطورات في منطقة القرقرات مبرزا دور القوات المسلحة الملكية في إعادة الحركة المدنية والتجارية بين المغرب وموريطانيا ومن إقليم زاقورا نتابع روبرتاجا حول حرف الصناعة التقليدية خاصة سنة التي يمارسها صناع المستفيدون من التكوين بالتدرج في إطار التعاونيات الإنتاجية ترحم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله وفي إطار التزام جلالة الملك عزه الله بالتدابر الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا فقد حرس جلالته على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكرى الحكيم وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلام وطول العمر وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزوره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال في رسالتين موجهتين إلى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة منذ 13 نومبر أطلع أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات في منطقة القرقرات بالصحراء المغربية لا سيما التدخل الناجع والناجح الذي قامت به القوات المسلحة الملكية على مستوى هذا المعبر الحدودي وأبرز السيد هلال أن هذه العملية مكنت من إنهاء حالة العرقلة التي تسببت فيها ميليشيات البوليساريو وإعادة الحركة المدنية والتجارية على مستوى هذا المحور الطرقي الذي يربط المغرب بموريطانيا هدى مسهل عبر رسالتين موجهتين إلى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة منذ 13 نومبر ستنشران كوثائق رسمية لمجلس الأمن مع إدراجهما في سجلات الهيئة أبرز السيد عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن التدخل الناجع والناجحة الذي قامت به القوات المسلحة الملكية على مستوى المعبر الحدودي القرقرات مكن من إنهاء حالة العرقلة التي تسببت بها ميليشيات البوليساريو وأعادت الحركة المدنية والتجارية على مستوى هذا المحور الطرقي الذي يربط المغرب بموريطانيا وأكد السيد هلال أن العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للانتهاكات غير المقبولة من قبل البوليساريو لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن بمنطقة القرقرات تمت بشكل سلمي دون أي تهديد أو مساس بحياة وسلمة المدنيين وأنها تمت بحضور بعثة المينورسو التي رقبتها بشكل كامل وشدد السيد هلال في الرسالتين أن هذا العمل المشروع غير الهجومي وبدون أي نية قتالية والذي لم يسجل أي ضحايا لقي ترحيبا وتثمينا بالإجماع من مختلف مكونات الشعب المغربي لا سيما سكان السحراء المغربية وحظي بدعم قوي ونشط من المجتمع الدولي وأيدته دول إفريقية وعربية وأوروبية عديدة ومن أمريكا اللاتينية والكاريبي وكذا منظمات دولية وإقليمية الرسالتان تضمنت أيضا فحو الاتصال الهاتفي الذي أجره صاحب الجلال الملك محمد نسادس مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش يوم السادس عشر نوانبر والذي تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية خاصة الوضع في منطقة القرغارات ومما جاء في الرسالتين أن جلالة الملك أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام تحملت المملكة المغربية مسؤوليتها في إطار حقها المشروع تماما وأعادت الوضع إلى طبيعته وقامت بتسوية المشكلة بصفة نهائية كما أعادت إنسيابية حركة التنقل في هذه المنطقات الواقعة بين المغرب والجمهورية الإسلامية الموريثانية موضحا أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة وجدد جلالة الملك التأكيد للسيد جوتيريش على تشبت المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار وبالحزم ذاته تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنها كما أكد جلالة الملك للأمين العام بأن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة ويشرق الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة وبخصوص الحالة الوبائية ببلادنا وزارة الصحة سجلت أمس أربعة ألف وتسعمائة 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 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبعين حالة وفاة وخمسة ألف ومائتين وعشرين حالة شفاء حصيلة جديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى ثلاثمائة وثلاثين ألف وخمسمائة وست حالات منذ الإعلان عن أول حالة في ثاني مارس الماضي ومجموعة حالات الشفاء التام إلى مائتين وأربعة وثمانين ألف وأربعمائة وستة وتسعين حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى خمسة ألاف وخمسمائة وتسعة وثلاثين حالة أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد-19 ببلادنا المغرب اختار اعتماد اللقاح الصيني سينوفارم بعد أن شارك في تجارب سريرية أثبتت فعاليته ونجاعته ولإنجاح عملية التلقيح تدابير تنظيمية ولوجيستيكية اتخذت لتوفير لقاح آمن وفعال ضد الفيروس التاجي تفاصل أوفر في تقرير ثامير أصبان وعبد الإله الجهب لأن كورونا أربكت إيقاع حياتنا اليومية أنهكت مؤسساتنا الصحية وأوقفت مصدر رزق الكثيرين لكل هذه الأسباب خاض العالم رحلة شاقة بحثا عن طوق للنجاة فكان اللقاح هو الحل لمقارعة جائحة تتصع رقعة انتشارها يوما بعد يوم بعد أشهر من البحث المهمة تمت بنجاح لقاحة ضد عدوى كوفيد-19 صارت جاهزة الآن المملكة اختارت اعتماد اللقاح الصيني سينوفارم بعد أن أكدت التجارب السريرية التي شاركت فيها سلامته فعاليته ومنعته هذا الشهرين الأول الأولى من بعد البحث الأعراض التي كانت أعراض خفيفة خفيفة جدا كالأعراض التي نرى عادة التي كانت دلو الفاكسين لا أكثر لا أكثر لا كانت أي أعراض خطيرة التي بنت على المتطوعين 600 متطوعين لأننا في المغرب كلها أعراض خفيفة جدا والمتطوعين جد مصرورين من الفاكسين ولتأمين تغطية المواطنين باللقاح تستعد المملكة لإطلاق عملية تلقيح واسعة النطاق وغير مسبوقة عملية سيستفيد منها المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول اللقاحي في حقنتين والأولوية ستحت هنا للعاملين في الخطوط الأمامية الأمر يتعلق بالعاملين في القطاع الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئة الهشاء ليتم فيما بعد توسيع نطاق عملية التلقيح على باقي السكنة مخطط وضع لإنجاح هذه العملية التي سترى النور في الأسابيع القليلة المقبلة على المستوى الترابي يتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة ب2888 محطة لقاح السيني كانت مقاربة دينا عمية مئة في المئة لأننا في البداية عرفنا هذا اللقاح على أي نوع من السلالة تتصعب ومن بعد شفنا واش ديك السلالة لدينا موجودة في المغرب قبل أننا ننخريطة في التجارب السريرية النتائج لنقصنا في اللجنة العلمية تبين بأنه النتائج الأولية مهمة جدا تبين بنسبة عالية جدا بأن هذا اللقاح هذا الساكن المغربية وهذا مهم جدا كتبين بأنه يحطي نتائج ممتازة ويحطي أجسام مضادة عملية التلقيح ستجرى عبر طريقتين الأولى تتمثل في الوضع الثابت أن ينتقل السكان إلى محطة التلقيح والثانية الوضع المتحرك أن ينتقل فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق بنامج محدد مسبقا إلى نقطة متنقلة كالمستشفيات والمصانع والإدارات العمومية والسجون وغيرها إعداد لوجستيكي مستمر اقتناء للمستزمات الطبية اللازمة وتعبئة متواصلة لجميع المصالح والوزارة المعنية لتمر عملية التلقيح بشكل يستجيب لمعايير الجودة عملية التلقيح هذه يرجى منها تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80% من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال كل الآمال معلقتنا اليوم على هذا اللقاح لحماية الصحة العامة والخروج من أزمة جعلت أمننا الصحي على المحك بمنتجع هوارا بيتنجا تتواصل الاجتماعات تشاورية لأعضاء مجلس النواب الليبي ويعكف أعضاء المجلس على مشاورات توحيد مختلف الفرقاء بالمؤسسة التشريعية بما يضع حدا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وينتظر من اجتماع تنجا تحديد جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس في ليبيا وتوحيد المواقف بشأن المخرجات الحوار السياسي الليبي وتزكية تفاهمات بزنيقة حول المناصب السيادية فضلا عن تهيئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة ويحضر معنا مباشرة من تنجا السيد سالم جنان عضو مجلس النواب الليبي أهلا بك سيدي أهلا وسهلا بك سيدتي إذن يتواصل الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي ما هي أهم المواضيع التي لازالت تستأثر بالنقاش والبحث عن توافق بشأنها أول شيء تحية طيبة للشعب المغربي ولملك المغرب وحكومته ونشكرهم على هذا الاستدافة ونقول لهم السلام عليكم أزول فلكن نحن حقيقة مستمرين أول شيء يعني التآمنا جاء بعد أكثر من سنة ونصف وهذا حدث بحد ذاته يعتبر يعني في 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 ميزان الحسنات أو في 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 بدل المجهودات التي قامت بها المغرب هذه المملكة الشقيقة فأول أهم شيء هو الالتئام وهذا ما حدث ومن بعده بدأنا في النقاش في كثير من الأمور وهي أن المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الليبي والذي هو الصناديق وأنتج هذا البرلمان لا نريد له أن يتأثر بأي عامل خارجي أو بأي شيء نريد أن نستمر في الديمقراطية وأن تعود الصناديق لإنتاج جسم جديد نحن ندعم الحوارات التي تكون هنا وهناك ولكن لا أن تقفز على المسار الديمقراطي وعلى مجلس النواب فالآن نحن في عمل مستمر دعوب لكيري يرجع مجلس النواب إلى عمله بعد انفصال داما أكثر من سنة ونصف هذه أهم نقطة هو التئام مجلس النواب وعودته إلى العمل مع بعضه إن شاء الله في مدينة غدامس كما اتفق الحادرون الآن من تنجا إلى غدامس وتم الاتفاق على عديد من النقاط التي هي تدور حول أن المجلس سيقوم بدوره في موضوع مراقبة السلطة التنفيذية وفي إصدار القوانين والقرارات وغيرها طيب ما هو المعول على هذا الاجتماع على بعد ساعات من الخروج بالبيان الختامي كما قلت لك يعني احنا التكيد على أن دور مجلس النواب لن يتغير ونحن كما نرحب بالحوار الذي تقوم به بيعطة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فنحن نسر على أن يكون المرجعية في ذلك إلى مجلس النواب وهذه حق شرعي لمجلس النواب ما بعده فهو عبارة عن يعني ما ينص عليه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي تفق عليه في الصخيرات والذي هو جزء من الدستور هذا ما نريد أن نعمل به بعد العودة إن شاء الله السيد سالم جنان عضو مجلس النواب الليبي شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة تنجا أكثر من ستون مليون إصابة مثبتة بكوفيد تسعة عشر تسجل في العالم منذ بدء تفشي الفيروس ولا تزال الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة من الجائحة أبد الحين ناصر كورونا تصل حظ الأرواح بشكل تصاعدين عبر العالم الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا والمتصدرة عالميا حيث عدد الوفيات سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة حصيلة يومية تعتبر الأعلى على الإطلاق في هذا البلد بوفاة أكثر من 2400 شخص جراء الفيروس فضلا عن تسجيل حوالي 200 ألف إصابة جديدة بحسب بيانات وبعد هذا الارتفاع الغير مصبوك قررت سلطة لوسنجليس إغلاق حاناتها ومطاعمها عشية عيد الشكر كما دعت سلطة الصحية في واشنطن للمرة الأولى لأمريكيين إلى عدم السفر لزيارة أقربهم في عيد الشكر أما بأوروبا والتي بدأت من جهتها بجني ثمار الإغلاق فإن وطيرة انتشار الفيروس بدأت تتضاطأ أي أقل بعشر بالمئة من الأسبوع الفائت وتسجل الأوروبا حتى الآن أكثر من سبعة عشر مليون إصابة متبثة منذ بد انتشار الوباء وكحصيلة إجمالية فإن أكثر من ستين مليون إصابة بكوفيد تسعة عشر من بينها أكثر من مليون أربعمائة وخمسة ألف وفاة سجلت في العالم منذ بدء ظهور وباء في الصين في دجنبير الماضي توفي الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب 1989 فجر اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن سن نهز 85 عاما وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الصادق المهدي كان رقما متفردا في السياسة السودانية والحياة العامة لأكثر من خمسة وستين سنة متصلة إما صانعا للأحداث في البلاد أو مساهما قويا في مسارها وتطوراتها في أخبار التقس وكما جاء في توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية عرفت عدة مناطق من المملكة نزول أمطار وزخات مطارية رعدية محليا معتدلة إلى قوية حيث سجلت أهم التساقطات من الساعة السادسة أو سجلت من صباح أمس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم بكل من آسفي 36 مليمتر الجديدة 28 مليمتر الصويرة 20 مليمتر خريبغة 19 مليمتر الشاون وأقادير وتزنيت 17 مليمتر تنجا 15 مليمتر الرباط سلا 11 مليمتر قلميم 10 مليمترات مراكوش وابن ملال وابن سليمان وسيدي إفني 8 مليمترات ويتوقع يومي الجمعة والسبس في عدد من مناطق المملكة نزول تساقطات ثلجية وانخفاض في درجات الحرارة وزخات رعدية قوية حيث أوضحت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أن تساقطات ثلجية ستنزل فوق مرتفعات الأطلس والهضابة العليا الشرقية والتي يتعدى علوها 1700 متر فيما سيكون التقص باردا بمرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية ويرتقب أن يكون التقص باردا بالهضاب العليا الشرقية والريف بهضاب الفصفات وولماس ومنطقة السيس وستهم زخات رعدية قوية أيضا فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية وسوس وستهب اليوم رياح قوية من 70 إلى 85 كم في الساعة فوق المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلس فضلا عن هبوب رياح رملية جنوب المنطقة الشرقية ونحط الرحالة اللحظة بإقليم زاقورة وتحديدا بجماعة تكونيت حيث تنشط الكثير من حرف الصناعة التقليدية من خلال تكثل العديد من الصناعة التقليديين وخاصة منهم النساء في شكل تعاونيات تجربة استمدت نجاحها من إمكانيات التكوين بالتدرج التي استفادت منها الصانعات في وقت سابق سمية بالعياشي محمد حسن بسكور ويوسف مزياني أرغم ظروف انتشار وباء كورونا لم تتقعس هؤلاء الحرفيات المتمرسات عن مواصلة العمل والإبداع لتكون زرابيهن خير شاهد على مهارتهن وقوة إرادتهن ولتصبح تجربتهن في هذا المجال سلاحا لمقاومة ظروف الفقر والهشاشة بحي آخر تحكف نسوة على صنع أنواع متنوعة ومبتكرة من الكوسكوس حرفة شغلت أوقاتهن وحسنت من مدخولهن أما التسويق فيكاد يقتصر خلال الفترة الحالية على بعض الطلبات المحلية بسبب الضرفية الصحية الحالية وبمحل صغير ينهمك هذا الصانع في إبداع مجوهرات تقليدية تحمل بصمة المنطقة حرفة هي بالنسبة له مصدر عيش وتجسيد لغيرته على هذا النوع من الصناعة التقليدية الآخدة في الإندتار انطلقت أمس بوجد الدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للفيلم مهرجان سينعقد على المنصات الرقمية إلى غاية 29 نومبر الجاري بسبب الظروف المتعلقة بجائحة فيروس كوفيد 19 ويطمح هذا المهرجان إلى أن يشكل ملتقا للفنانين والمشاهير ومنتجي الأفلام وعشاق السينما من مختلف البلدان وكذا نافذة للاستماع والتفاعل تساهم في الإشعاع والتبادل الثقافي خديجة زروال ورشيد العتابي المهرجان المغاربي للفيلم بوجده ملتقى الفنانين والمشاهير ومنتجي الأفلام وعشاق السينما من مختلف البلدان يلتقي هؤلاء هذه المرة عبر المنصات الرقمية بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة تتبار في هذه الضورة التي يترأس لجنة التحكم فيها المخرج والسيناريس عبسلام القلاعي حاولنا أننا نطور من الآداء دينا على وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير هذا الآداء كلابد من تأسيس وحد الموقع الإلكتروني في مستوى هذا الحادث والذي يتسع لكل هذه الأنشطة وبشكل جمالي يغري على المشاهدة هذا البرنامج دي المهرجان متنوع كباقي السنوات هناك الأفلام المشاركة في المهرجان هناك 12 فيلما قصيرا تمستدي الأفلام طويلة بالإضافة إلى ندوتين بالإضافة كذلك إلى تلطوارشات ورشة الإخراج ورشة المكياج ورشة الصينغرافية المهرجان المغاربي للفيلم بوجده يبقى نافذة للتفاعل يساهم في الإشاعي الثقافي للجهة من خلال التكوين وتبادل كفاءة المتخصصة في صناعة السينما وقطع السمع البصري بشكل عام الأرجنتين ومعها العالم تبكي بطلها دييغو أرماندو مارادونا الذي وصل جوثمانه إلى القصر الرئاسي في بلاده حيثه سيسجى ليوم واحد حتى يتمكن أبناء بلده من إلقاء النظرة الأخيرة على أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل وكانت الجماهير قد وقفت في صفوف طويلة خارج القصر الرئاسي لإلقاء التحية الأخيرة على الأسطورة العالم بأسره يغرق في حزن عميق على أسطورة خالدة ترعرع الكثيرون على مشاهدتها حيث تجمع الآلاف من محبي النجم الأرجنتيني عبر العالم خاصة بإيطاليا حيث لعب لفريق نابولي وفي بوينوسايريس بالأرجنتينة التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام وضعت الأنوار للنجم العالمي الذي اشتهر بارتداء الرقم 10 بعد دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التصفيق الأخير إلى التذكير بالعنوين